اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وثالثا حصيلة المادة تتبع تطور تفاعل كيميائي ثانيا مفهوم تقدم التفاعل ثالثا استعمال مفهوم تقدم التفاعل وفي الاخير تمرين الفئة المستهدفة من هذا الدرس هو جدع مشترك علوم وأولى باك علوم جريبية التفاعلات الكيميائية لغيكسيون شيميك أولا التحول الكيميائي لمجموعة إذن نشاط عندنا هنا قنينا تحتوي على زائد الأكسيجين يعني الفحم الخشبي والأكسيجين هنا اشتعال الفحم يعني نحاول اشتعال الفحم نلاحظ أن الفحم يشتعل هنا يشتعل إذن يعني بمعنى ماذا أن هناك احتراق للفحم في ثنائي الأكسيجين انتهاء الحتراق إذن أثناء انتهاء الحتراق نأخذ القنينة ثم نضيف إليها ماء الجير Auto Show ونضيف ماء الجير في القنينة فنحرك إذن نحرك إذن فنحرك جيدا فنلاحظ ماذا تعكر ماء الجير ونحن نعلم أن الماء الجير يستعمل ككاشف لثنائي أكسيد الكربون يعني ماذا أن هذا الحتراق نتج عنه ثنائي أكسيد الكربون إذن نلاحظ تعكر ماء الجير مما يدل على تكون ثنائي أكسيد الكربون إذن هناك تحول كيميائي يظهر خلاله غاز ثنائي أكسيد الكربون إذن نلاحظ تعكر الماء الجير مما يدل على تكون سي اودو اذا هناك تحول كيميائي يظهر خلاله غاز ثناء اكسيد الكربون وهو ناتج التحول في حين يختفي غاز ثناء اكسيد الكربون كليا وتختفي كذلك مادة الكربون سي جزئيا وهما متفاعلة اذا هنا بالنسبة لي الكربون وكذلك ثناء الاكسيجين يعني احدهما اختفى كليا والاخر اختفى جزئيا او قد يختفي كذلك كليا هذا نوعين يسمى بالمتفاعلات بينما تناء اكسيد الكربون يسمى بالنواتج هذا يسمى تحول كيميائي انه اختفى خلاله نوعين كيميائيين وظهر نوع كيميائي اخر اولا تعرف ان اثناء تحول كيميائي تظهر انواع كيميائية جديدة في حين تختفي انواع كيميائية اخرى وذلك عند توفى الظروف معينة نسمى الانواع كيميائية التي تختفي كليا او جزئيا بالمتفاعلات لغي اكتيف انواع كيميائية التي تختفي كليا او جزئيا تسمى المتفاعلات مثلا عندنا الكربون وتناء اكسيد والاكسيجين مثلا عندنا الكربون والاكسيجين يسمى بالمتفاعلات لانها مختلفة جزئيا او كليا نسمي الأنواع الكيميائية الجديدة التي تظهر نواتج بخضوة مثال تنائي أكسيد الكربون الذي يظهر عن احتراق نسمي مجموعة الأنواع الكيميائية من متفاعلات ونواتج وأنواع أخرى التي تشارك في التحول مجموعة كيمية لسيستيم شيميك مثلا عدنا الكربون ثنائي الأكسيجين وتنائي أكسيد الكربون وأنواع أخرى لم تشارك في التفاعل هذه المجموعة تسمى مجموعة كيمية سيستيم شيميك للمثال في النشاط السابق الكربون سي وثنائي الأكسيجين ودا متفاعلات بالنسبة لثنائي أكسيد الكربون سي ودا هو نواتج الكربون وثنائي الأكسيجين وثنائي أكسيد الكربون تسمى بمجموعة كيميائية ثانيا الحالة البدئية والحالة النهائية يتم التحول الكيميائي عموما وفق ثلاث مراحل هي أولا مرحلة انطلاق التحول وهي مرحلة التقاء الأول بين المتفاعلات في ظروف تسمح بانطلاق التحول يعني سمع مرحلة انطلاق التحول لمرحلة التقاء المتفاعلة مثلا في المثال السابق عن المرحلة انطلاق التحول إلى مرحلة التقاء الكاربون بتنائي الأكسجين مرحلة حدود التحول وهي مرحلة ظهور النواتج واختفاء المتفاعلات إذن أثناء ظهور النواتج واختفاء المتفاعلات فهذه المرحلة هي مرحلة حدود التفاعل مثلا أثناء احتراق أثناء احتراق يختفي الكاربون ويظهر ثناء يكسيد الكاربون كذلك يختفي جزء من ثناء الأكسجين ويظهر ثناء يكسيد الكاربون هذه المرحلة ثم مرحلة حدوث التحول ثم مرحلة التوقف التحول إذن هذه المرحلة هي التي يتم فيها استهلاك أحد المتفاعلات بشكل تام يعني أحد المتفاعلات قد ينتهي كليا مثلا قد ينتهي الفحم أو ينتهي ثناء يكسيد أثناء الأكسجين أو هما معا هذه المرحلة تسمى مرحلة التوقف التحول نسمي الحالة البدئية للمجموعة الكيميائية الحالة التي تكون عليها المجموعة عند انتلق التحول إذا الحالة التي تكون عليها المجموعة عند انطلاق التحول هي تسمى بالحالة البدئية ونسمى الحالة النهائية لطفنال للمجموعة الكيميائية الحالة التي تكون عليها المجموعة عند انتهاء التحول عندما يتوقف التحول الحالة التي عليها المجموعة تسمى بالحالة النهائية إذن مثال عدنا هنا شاربون دوبوه زائد الأكسجين يعني الفحم الخشبي زائد الأكسجين هنا عدنا واحد تحول كيمياء إلى ترانسفرماسيون شي ميك كي يعطينا نايا شاربون يعني كي بقينا واحد نسبة معينة من الكاربون ثم يتكون تنائي أكسيد الكاربون بينما يختفي كليا تنائي الأكسجين إذن الحالة البدئية إذن الحالة البدئية هي هذه إذن الحالة البدئية التي عليها هذه المتفاعلات إذن كانت تحت الضغط بواحد بار ودرجة حرارة صفر دقري سيليسيوس ثم هنا عدنا الكاربون في حالته الصلبة هنا عدنا كمية المادة البدئية ديال الكاربون ثم الأكسجين في حالته السائلة أو في حالته الغازية هنا الجي ثم عدنا كذلك كمية المادة البدئية ديال ثنائي الأكسجين الحالة النهائية الحالة النهائية عدنا إذن هنا بي يساعد واحد بار والتي يساعد صفر دقري سيليسيوس نادرة حالة لم تتغير بينما تكون ثنائي أكسيد الكاربون لو السعوده غاز عدو إن فنال لو السعوده وكذلك كمية المادة المتبقية ديال ثنائي أو ديال الكاربون ديال إن فنال ديال سي بالمول إذن هذه Curtis تسمى بالحالة البدئية هذه الحالة البدئية أو الحالة النهائية عفوا هذه الحالة النهائية وهذه تسمى بالحالة البدئية التفاعل كيميائي اولا تعريف اذا التفاعل كيميائي هو نمدجة مبساطة للتحول كيميائي اي ان التفاعل كيميائي يعبر فقط عن الانواع الكيميائية التي شاركت في التفاعل بينما الانواع الاخرى التي لم تشارك في التفاعل يعني لا تعبر عنها التفاعل كيميائي او غير موجودة في التفاعل الكيميائي مثلا عند احتراق تنائي اكسيد او عند احتراق الكربون في تنائي الاكسيجين هناك في المجموعة الكيميائية تحتوي على ماذا؟ تحتوي على الكربون وعلى تنائي الاكسيجين وعلى الازوت ثم الناتج الناتج ماذا؟ الناتج هو تنائي الاكسيجين او تنائي اكسيد الكربون والكربون المتبقي ثم الأزود إذن هذا يسمى تحول كيميائي من حال البدئية إلى حال النهاية بينما التفاعل الكيميائي نعبر ماذا أن تنائي الأكسجين يكون لدينا فقط تنائي الأكسجين والكربون لأنهما هما الذين سيشاركان في التفاعل وليعطي ماذا يعطي تنائي أكسجين الكربون فقط مثال يمكن أن نقول مثلا إنه يحدث تفاعل كيميائي بين الكربون وثنائي الأكسجين وينتج عنه ثنائي أكسيد الكربون ثانيا انحفاض المادة أثناء التفاعل الكيميائية إذن المادة أثناء التفاعل الكيميائية تنحفظ إذن هنا قانون لفوازي أن مجموعة كتل متفاعلات المختفية أثناء التفاعل الكيميائي يساوي مجموعة كتل المواد الناتجة عن هذا التفاعل أي أن الكتلة لا تتغير من المتفاعلات إلى النواتي مثلا لك أن عدنا إذا تفعل مثلا 1 جرام من مجموعة من المواد فإنه ينتج كذلك 1 جرام لأن الكتلة تبقى ثابتة أي أنها لا تتغير تنحفظ الذرات خلال التفاعل الكيميائي إذا بالنسبة للذرات تنحفظ معنا ماذا؟ أنه إذا كان لدينا عشر ذرات في المتفاعلات فإننا سنجد عشر ذرات في النواتي وإذا كان خمس ذرات ديال الأكسجين في المتفاعلات ومثلا 6 ديال الكربون في المتفاعلات فإننا نجد خمسة ديال الكربون في المتفاعلات وستة ديال الأكسجين في النواتيج أي أن الذرات تنحفظ عددا ونوعا المعادلات الكيميائية المعادلة الكيميائية هي الكتابة الرمزية للتفاعل الكيميائي أمثلة عدنا الكربون زائد أده له ثنائي أكسيد الكربون أو ثنائي الأكسجين ينتج عنه ثنائي أكسيد الكربون هنا يمكن أن نعبر على الكربون لأنه حالته الفيزيائية هو الصلب ثنائي أده له غاز ثنائي أده كذلك غاز ثنائي أده كذلك غاز إذن هنا الرمز الكربون زائد الرمز ديال تنائي أكسجين يعطينا هنا الرمز ديال تنائي أكسيد الكربون موازنة المعادلة الكيميائية والمعاملات التناسبية إذن هنا نستعمل مبدأ الحفاظ الذرات عند كتابة معادلة تفاعل كيميائي يجب الحرص على طبيق الحفاظ المادة لذا يجب أن يكون عدد الذرات كل عنصر في المتفاعلات مساويا لعدد الذرات العنصر نفسه في النواتج ونحصل بذلك على معادلة متوازنة أي أن نفس عدد مثلا مثلا إذا كان في المعادلة أربع ذرات كربون في المتفاعلات فإنه في النواتج يجب أن يكون أربع كذلك مثال احتراق البروبان إذن البروبان سي طروه أش ويت إن الشتلية أش ثمانية زائد أدو يعطينا السي أدو زائد أش أش دوزو إذا الاحتراق دائما أو الاحتراق الكامل دائما لينتج عنوتنا أكسي الكربون والماء هنا أول شيء كتابة عدد الذرات لكل عنصر في طرفي المعادلة يعني عدنا في طرفي المعادلة أو هنا في المتفاعلات وهي انطلاقacho chia hits ثم ثلاثة زرة دائما ثم ثمنية زرات الهيدروجين وزرتين دائما الأكسيجين في نواتج avoir 2 زرة واحدةizin القرب vaccines ثم ثم ثراتيني الهيدروجين ثم ثم ثدراتين الإكسيجين نوازن ذرات الكربون اول شيء نبدأ به هو موازنة ذرات الكربون لاحظنا هنا عندنا الكربون عندنا هنا C3 وهنا كذلك C1 نوازن ذرات الكربون لماذا وازن ذرات الكربون لانها توجد هنا في جزئة واحدة وفي المتفاعلات كذلك توجد في جزئة واحدة وبالتالي يكون سهل موازنة دائما نبدأ بالنوع الكيميائي الذي يوجد في جزئة واحدة في المتفاعلات وكذلك في النوادي عندنا هنا C3 لدينا الكربون ونخصنا كذلك لدينا الدرات الكربون وبالتالي سوف نضرب في 3 ثم نمر إلى موازنة الهيدروجين 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 لدينا H2 هنا H8 وبالتالي خاصنا هنا 4 ذرات الهيدروجين إذن سوف نضرب في 4 إذن لدينا C3 H8 زايد O2 ثم نوازن ذرات الأكسجين إذن لدينا ذرات الأكسجين الأكسجين يوجد يعني على شكل ذرة أو جزئة بسيطة يتكون من نفس عدد الذرات أو من نفس الذرات هنا لدينا لحظة 3 في 2 هي 6 أربعة في واحد هي أربعة إذن 6 زايد أربعة هي ثمانية هي عشرة وبالتالي هنا خاصنا نضرب في 5 باش تطيعنا هنا عشرة إذن لدينا 163 H8 زايد 5 O2 كعطنا 3 CO2 زايد 4 H12 إذن المعادلة أصبحت متوازنة إذن هاد 1 5 3 4 تسمى بمعاملات التناسب ده المعاملات التناسبية لكويفيسيون بروبورسيوني مثال ثاني عدنا مثلا O2 O2 أو O2 أو O2 O2 إذن نضرب في 2 إذن نضرب في 2 إذن نضرب إذن نضرب ماذا إذن كذلك نوازن هنا الشحن إذن عدنا شحنة واحدة هنا شحنتين موجبة بينما في النواتج عدنا شحنة منعدمة حتى في المتفعات خاصة عدنا منعدمة إذن نضرب إذن نضرب هنا في 2 ونحتمنا إذن نقص وهنا 2 زايد 2 هي 0 أو الثالث شحنة متوازنة 2 في ناقص زايد 2 في أوز 3 صفر وشيء أخرى كذلك صفر تمثل أعداد صحيحة 1-1-2 معاملات التناسبية ثالثا حصيلة المادة أولا مفهوم تقدم تفاعل كيميائي لتتبع تطور كيميات مادة كل نوع كيميائي المكون المجموعة نستعمل مفهوما كيميائي يطلق عليه اسم تقدم التفاعل ونرمز له بالحرف X متناسب مع معاملات التناسبية ونقوم بإنجاز جدو الوصف خاص بالتفاعل يتم فيه تحديد كيميات المادة كل نوع كيميائي بدلالة تقدم التفاعل إذا نرسمه واحد جدول له خاص بالتفاعل وبالتالي يتم فيه تحديد كيميات المادة كل نوع كيميائي بدلالة تقدم X مثال تفاعل أيونات الهيدروكسيد مع أيونات النحاس إثنان عدنا جوج إثنان أو أش موا زائد واحد سيو دو بليس إذا هنا تعطينا واحد سيو أو أش دو إذا هنا إلا الله انطلاقا من هذه المعادلة عدنا معامل التناسب هو إثنان بالنسبة للأو أش موا إذا بالنسبة النواتج تتناقص لأنها ينقص من هذا هذا الأو أش موا إثنان X وبالنسبة له هذا السيو دو بليس ينقص منه كذلك 1 X وبالنسبة السيو وعش دو يزداد بها 1 X يعني تزداد ب 1 X أي أن كميات المادة البدئية ديالها تزداد ب 1 X بينما كميات المادة البدئية للسيو دو بليس تنقص ب 1 X وهذا الحموة تنقص ب اثناني اكس لتكون اكس كمية المادة من سي اي واشموة المتكونة عند اللحظة تي بينما تكون كمية المادة واشموة المتبقية عند نفس اللحظة هي ان عاش اموة ناقص شاوية ان اي ديال عاش اموة ناقص اثناني اكس يعني هنا مرتبط بهذا اثناني اكس كما ان كمية مادة سي او دوبليس متبقية عند نفس اللحظة هي نفس طريقها فقط هنا ناقص واحد لان هنا ناقص واحد لان هنا ناقص اكس لان اي سي او دوبليس ناقص واحد اكس استعمال مفهوم تقدم التفاعل يستعمل مفهوم تقدم التفاعل لتحديد كميات مادة الانواع كميائية للمجموعة في حالة النهائية وذلك بمعرفة كميات مادة هذه الانواع في الحالة البدئية البدئية وهذا ما يسمى بحصيلة المادة عندما يتوقف تفاعل كميائي نقول ان المجموعة توجد في الحالة النهائية نعتبر مجموعة في حالتها النهائية عندما يختفي كليا على الاقل احد متفاعلات اذا بنسبة المفهوم او مفهوم تقدم التفاعل يستعمل فقط لتحديد حصيلة المادة في الحالة النهائية انطلاقا من معرفة كميات المادة في الحالة البدئية عندما يتوقف التفاعل نقول بان المجموعة وصلت الى الحالة النهائية وتصل المجموعة الى الحالة النهائية عندما يختفي احد المتفاعلات كليا او متفاعلين معا يختفيان كليا المتفاعل المحد والمتفاعل الوفير عندما يستهلك أحد المتفاعلات كليا فينتج عنه توقف التفاعل كليا رغم توفر متفاعلات أغرى يسمى هذا المتفاعل بمتفاعل محيد ما نقصد المتفاعل محيد؟ هو المتفاعل الذي ينتهي أولا هو الذي يختفي أولا مثلا عند احتراق الكربون في تنائي الأكسيجين نلاحظ أن الكربون قد يختفي كليا والتالي هو المتفاعل محيد أنه هو الذي وقف التفاعل المتفاعلات المتبقية في الحالة النهائية تسمى متفاعلات وفيرة مثلا تنائي الأكسيجين إذا كانت إذا تم احتراق في الهوى أو في الفضاء هنا تنائي الأكسيجين يوجد وفرة إذن هذا متفاعلات وفيرة التقدم الأقصى يكون تقدم تفاعل منعدم إكس يساوي سفر خلال الحالة البدئية يعني خلال الحالة البدئية يكون تقدم منعدم إكس يساوي سفر أي أن التفاعل لم ينطلق بعد ويبدأ فيه ويزداد أثناء التفاعل حتى يصل إلى قيمة قسوة إذن إكس يساوي إكس ماكس عندما يتوقف التفاعل وعند الحالة النهائية لأن عدنا هذا المثال عدنا A يتفاعل مع B ليعطي C زائد D يعني A و B و C هي أنواع كيميائية أو مركبات كيميائية إذن A يتفاعل مع B ليعطي C زائد D وتالي المجموعة الكيميائية A, B, C, D A و B هم المتفاعلات C و D هم النواتج لاحظة لك أننا عدنا المعامل تناسب 1, 1, 1, 1 هذه المعاملات تناسب إذا استعملنا كمية المادة ديال A هي 5 مول وكمية المادة ديال B هي 5 مول يعني يعدم نفس كمية المادة عدنانا إكس لاحظة إكس يساوي صفر مول يعني إكس لم ينطلق تفاعل بعد فقط في الحالة البدئية إيطاء إنيسيال كذلك كمية المادة البدئية ديال C هو صفر وكمية المادة ديال D هو صفر النغم ذو التفاعل ينطلق يعني أن إكس تزداد إذا إكس لاحظونا 0.15 0.15 ثم 0.52 0.68 هنا لاحظو أتلاحظو كلاحظو بأن كمية المادة ديال متفاعلات تنقص بينما كمية المادة ديال النواتيج تزداد إذا هنا تنقص هنا إحتى تصل لنا إذا لاحظنا هنا أبقات لنا صفر فصلة ثلاثة هنا كذلك صفر فصلة ثلاثة هنا تكون لنا 4 وصيلة 7 وهنا 4 وصيلة 7 ثم في النهاية هنا أصبحت كمية المادة ديال A و ديال P منعدمة بينما كمية المادة ديال C أصبحت تساوي 5 مول هنا 5 مول إذا المتفاعلين A و P محدين معاً لماذا؟ لأن كمية المادة ديالهم النهائية تساوي 0 في الحالة النهائية تساوي 0 وبالتالي هم محدين معاً لأننا عدنا هنا 1 مول هنا 5 أو 1 كيفيستيو 1 هنا 5 مول هناك ذلك 1 و 5 مول أي أن الخليط البذئي متناسب مع معاملات التناسبية معاملات التناسبية هنا نغير إذن نغير مرة تانية نغير نغير مثلاً هنا أصبح 2 هنا مثلاً عدنا 2 وهنا ندير مثلاً 3 هذه المعاملة التناسبية هنا تغيرتها عدنا 1 2 1 3 إذا لاحظوا إذن عدنا 5 5 خليوا نفس كمية المادة 5 5 إذن نعم داونا الرفع أو التفاعل ينطالق إذن كنلاحظوا بأن X أو بأن A تتناقص كذلك B تتناقص بالنسبة ل C تزداد و A كمية المادة D تزداد إذن لاحظوا لاحظوا مثلاً هنا فيها نقطة معينة لاحظنا بأن كمية المادة المتبقية A أكبر من كمية المادة المتبقية D C D B لماذا؟ لأن معامل التناسب D B أكبر من معامل التناسب D A وبالتالي هنا تتفاعل ذرة واحدة أو جزئة واحدة من A مع جزئة أو ذرة من أو جزئتين أو ذرتين من B وبالتالي هنا كتنقص لنا إثنان هنا كتنقص لنا فقط واحد إذا هذا ما لاحظنا هنا أن كمية المادة المتبقية D A أكبر من كمية المادة المتبقية D B نفس الشيء هنا توقف التفاعل هنا بالنسبة للبي أصبح كمية المدادة ساوية صفر بينما بالنسبة للآ بقعت جوز فاصلة خمسة أي أن المتفاعل الموحد هنا هو هو بي بينما المتفاعل الوفير هو هو آ ويوجد بوفرة هنا هو الوفير أن النتيج هنا أعطت جوز فاصلة خمسة وأن هنا أضعت سبعة فاصلة خمسة أي أن الكمية المادة ديال الناتج D أكبر بكثير من كمية الناتج ديال للسي إذا هنا المتفاعلات تتعلق أو لكمية المادة ديال النواتج المتكونة وديال كمية المادة ديال المتفاعل المتبقية مرتبطة بمعاملات التناسب وكذلك بكمية المادة البدئية مثلا لغيرنا هنا درنا عشرة هنا عشرة هنا كمية المادة عشرة إذن لاحظوا هنا تكوّل عدقي تناقصه لاحظوا هنا ثلاثة هنا لاحظوا أنها تناقص يتناقص 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 لاحظوا أنها تكون 15 مول من D و5 مول من C بينما B أصبحت كمية المادة المتبقية صفر وبالنسبة لأ كذلك صفر من A وB هنا منعادي مادين وهذا X يحصل على أن X يساوي 5 مول هو X max هو قيمة القصوى هو X maximum إذا جدول وصف للتفاعل الكيميائي لطابل دفنسمن دو لغيكسيون شيميك إذا جدول يعني هو لوصف التفاعل الكيميائي إذا عدنا هنا في هذا الخط الأول في هذا الألين لبخوميلين إذا عدنا معادلة التفاعل إذا عدنا مثلا معادلة التفاعل ليجوج H1 زائد 1 CO2 يعطينا 1 CO2 ثم في هذا العمود كنديرو حالة التفاعل في العمود الثاني كنديرو تقدم التفاعل وفي هذا الخنادي كنكتبه كميات المادة بالمول يعني كميات المادة المتبقية للمتفاعلات وكميات المادة الناتجة لالنواتج ثم الحالة عدنا الحالة البدئية يعني الحالة البدئية دائما X يساوي 0 في الحالة هنا عدنا كمية المادة بلجا N A ديال H ثم كمية المادة ديال C O2 هناك تعطينا مادة 0 يعني كمية المادة ديال ديال C O لم يتفاعل لم ينطلق تفاعل بعد وبالتالي كمية المادة هو منعدمة حالة أوثناء التفاعل عدنانا X يعني كيف عدنانا X هنا عدنا N A H O وهذه كمية المادة دي عدت تقص منها 2X ناقص 2X زائما المتفاعلات تتناقص بينما النواتج تزاد هنا كذلك عدنا N A N A ديال C O2 ناقص 1X بينما هنا عدنانا معامل التناسب 1 هنا تكون زائد X 1 إذن 1X زائد 1X ثم هنا عدنا الحالة النهائية حالة النهائية X يأخذ قيمة قصوى X يساوي X Max إذن كمية المادة المتبقية ديال H O وهي N A ديال H O ناقص 2X Max بالنسبة كمية المادة المتبقية ديال C هي N A C ديال X A X Max هنا X Max أم كتوب عشنا يعفو هنا X Max هنا X Max إذن هذا وجد تقدم أو وجد تقدم التفاعل أو وجد والوصف للتفاعل الكيميائي نمر كيف نستغل هذا الجدول إذن لتحديد تقدم الأقصة والمتفاعل الموحد نتسابع الخطوة التالية كل هدف من الجدول الوصف والتفاعل هو تحديد التقدم الأقصة والمتفاعل الموحد إذن تبعو إجوعة من الخطوة أو الخطوة تحبر بأن X هو المتفاعل الموحد لك كان هو المتفاعل المحيد بعنا مدى أن كمية المادة النهائية تكون منعادمة تساوي صفر ثم نحسب Xmax إذا نفترض أن المتفاعل المحيد هو HM1 أي أنه يتفاعل كليا وبالتالي إن إدير HM1 ناقص 2Xmax1 يساوي صفر لأنه افتراض رقم 1 تنظر Xmax1 ثم هنا نحسب Xmax إذن Xmax تساوي ماذا؟ إذن هنا N-E-HM1 يعطينا 2Xmax1 إذن هذه نجيبه أجهة أخرى ثم نقصمنا على 2 وبالتالي Xmax1 تساوي N-E-HM1 على 2 نفترض أن المتفاعل المحيد هو السيوذو بريس نفترض الثاني إذن السيوذو بريس نفترضه هو المتفاعل المحيد يعني ماذا؟ أن هذه تساوي صفر وبالتالي هي أن هذه تساوينا صفر إذن عدنا N-E-HM1 كتنوح 1Xmax2 أي أن Xmax2 كتساوي N-E-HM1 على 2 إذن نمر إلى المقاررة نقارن بين Xmax1 و Xmax2 إذا كان Xmax1 أسخر من Xmax2 فهذا يعني المتفاعل المحد هو 10 أمة والتقدم الأقصى هو Xmax1 لكي يساوي Xmax هو Xmax لكي يساوي X1 أي أن الافتراض 1 هو الصحة إذن إذن كان Xmax1 أصغر من Xmax2 افتراض الأول هو الصحة أي أن Xmax يساوي Xmax1 والمتفاعل المحيد هو X أمة إذا كان Xmax مساوي لXmax2 يعني Xmax1 و Xmax2 المتفاعل المحيدين المتفاعلين المحيدين يعني في نهاية التفاعل X أمة كمية المادة تساوي صفر وCO2 كذلك تساوي صفر إذن أن Xmax يساوي Xmax1 يساوي Xmax2 هنا من الحالة الأخرى إذا كان Xmax1 أكبر من Xmax2 لنفذ الحالة فإن المتفاعل المحد هو والتقدم الأقصى هو Xmax2 أي أن الافتراض الثاني هو الافتراض الصحي أي أن المتفاعل المحيد هو والتقدم الأقصى هو Xmax2 إذا أم من يعني Xmax صغير هو يعني هو الافتراض الصحي نتمرين إذا نضع في كاس V يساوي 50 مليل لتر من محلول كبريتات النوحاس تركيزه C يساوي 1 مول بار لتر AM تساوي 3 جرام من برادة الحديد إذا لدينا كاس الحالة البدئية هناك كاس في 50 مليل لتر من كبريتات النوحاس ثم عدنا برادة الحديد إذا عدنا هنا في حالة النهائية نلاحظ بأن اللون دي الكبريتات النوحاس هي أزرق ثم نضيف إليها الحديد إذا ينطلق التفاعل حالة وسطية إذا التفاعل ينطلق ثم في الحالة النهائية نلاحظ بأن بأن اللون المحرور أصبح لون أخضر فاتح وكذلك هنا توضع واحد مادة هي أحمر لونه وأحمر آجوري أي أن هناك توضع للنوحاس وكذلك تكون أيون الحديد الثاني إذا بعد مدة يأخذ الخليط لونا أخضر فاتحا ويتكوى جسم صلب أحمر آجوري اللون دي السؤال رقم واحد إعطي أنواع كيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية في الحالة البدئية علما أن الأيونات الحديد الثاني يميز لون الأخضر السؤال الثاني إعطي أنواع كيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية في الحالة النهائية أكتب معادلة التفاعل ووازنها وأحسب كمية المادة البدئية للمتفاعلات أنشئ جدول الوصف للتفاعل حدد المتفاعل المحد والتقدم الأقصى استنتج حصيلة المادة إذن هناك معطار كتلة المولية لذرة الحديد إذن نمر إلى الحل إذن أنواع الكيميائية المكونة المجموعة في الحالة البدئية إذن عدنا في الحالة البدئية كتو عدنا الحديد فو وأيون نحاس سيو دوبليس إذن هدوما النوعين الكيميائية اللي كانوا في الحالة البدئية بالنسبة للحالة النهائية إذن أنواع الكيميائية المكونة المجموعة الكيميائية في الحالة النهائية هي الحديد فو دوبليس والنحاس سيو دوبليس وأيونات الحديد فو دوبليس هنا المتفاعل المحد هنا هي المتفاعل المحيد والسيو دوبليس لأن كما لاحظنا بأن اللون الأزرق اختفى كليا وظهر لون آخر لهو لون أخضر فاتح أي أن السيو دوبليس اختفت كليا معادلة التفاعل إذا عدنا السيو إي هنا عدنا السيو إي تتفاعل مع أو السيو دوبليس تتفاعل مع إف أو لتعطي سيو دوبليس زايد إف أو دوبليس أو لتعطي سيو زايد إف أو دوبليس إذا عدنا سيو دوبليس زايد إف أو قد عدنا سيو زايد إف أو دوبليس إن هدو مع المتفاعلات أي أن هذه معادلة التفاعل أي أن سيو دوبليس أي سيو دوبليس يتفاعل مع إف أو ليعطي سيو زايد إف أو دوبليس كمية المادة البدئية الأيونات النحاس أول الأيونات النحاس هو حجم محلول أيون النحاس أو كبيرتات النحاس هو V وتركيزه C إذن N تساوي ماذا إذن لدينا C يساوي 1 مول بار لتر تركيز محلول كبيرتات النحاس و V تساوي 50 مليطر حجم محلول ونعلم أن C يساوي N يساوي N يساوي V ومنه أن N يساوي في V إذن هذه الطبيقة عددية N يساوي 1 في 50 في 10-3 باش نحول من المليليطر نضروف 10-2 هل تخطينا 5 في 10-2 كمية المادة البدئية للحديد هي هنا عدنا الكتلة نديره M على M كبيرة وبالتالي هنا يعني عدنا N ديال F O كتساوي 3 على 55.8 كتساوي 5.4 10-2 مول بار لتر هنا جدو الوصفي إذا جدو الوصفي هو إذا في لالين رقم واحد كان وضعه المعادلة التفاعل أي معادلة التفاعل ثم حالة التفاعل تقدم التفاعل ثم كمية مادة بالمول إذا عدنا الحالة البدئية الحالة البدئية دائما X يساوي 0 بالنسبة له هنا كمية المادة البدئية CWC 0.05 كمية المادة F O 0.54 مول بالنسبة له الخط دائما سيكون تحت زايد يعني لفصل المتفاعلات عن بعضها يكون تحت زايد ثم هذا الخطين يكون دائما تحت هذا السهم ثم زايد هنا يأخذ هذا الخط يكون تحت دائما زايد عدنا 0 0 لأن هنا بنسبة له النواتيج منعدي لازال لم ينتج أي شيء أي أن التفاعل لم ينطلق بعد أثناء التفاعل عدنا X ثم عدنا 0.05 ناقص X 0.05 0.54 ناقص X هنا عدنا معامل التناسب 1 ندره هنا ناقص 1 X وقد عدنا 2 ندره ناقص 2 X ناس طريق هنا عدنا 1 كده 1 يعطي X ثم X لأن 1 X هنا كذلك 1 X في الحالة النهائية X يساوي X Max 0.05 X Max 0.05 0.54 X Max X Max X Max إذن السادسا للمحدد المتفاعل المحدد والتقدم الأقصى إذن ناقص بأن C هو المتفاعل المحدد إذن عدنا الافتراض الأول نفترض أن F هو المتفاعل المحدد أي أن 0.054 ناقص X Max يساوي 0 ومنه أن X Max 1 يساوي 0.054 مول الافتراض التالي نفترض أن C هو المتفاعل المحدد أي أن 0.055 X Max 2 يساوي 0 ومنه أن X Max 2 يساوي 0.05 مول ثم نقارن بين X Max 1 و X Max 2 يعني 0.055 أصغر من 0.054 وبالتالي X Max 2 أصغر من X Max 1 ومنه فإن الافتراض التالي هو الصحيح أي أن المتفاعل المحدد هو X Max X Max أي أن X Max يساوي 0.055 مول حصيلة المادة إذا بنسبة حصيلة المادة دائما نشوف الحال النهائي هنا ونعوض X Max بالقيمة دائما 0.05 إذا نجي هنا 0.05 ناقص 0.05 إذا تساوي 0 وبالتالي كمية المادة المتبقية هي 0 ثم نجي وعاد الخانة الثانية أو العام الثانية 0.054 ناقص 0.05 إذا هنا تساوي 0.004 مول إذا كمية المادة المتبقية دائما 0.004 مول ثم نعوض هنا X تساوي 0.05 هنا كذلك X 0.05 إذا كمية المادة المتبقية من المتفاعلات خلال هذا التفاعل أو عند الحالة النهائية إذا C دو بلس N ديال C دو بلس 0.0 ديال F O 0.004 0.04 N D C المتكونة هي 0.05 و N D E F متكونة هي 0.05 0.05 rural 0.05